رشح المدير الفني التونسي المشرف على تدريب فريق الدفاع لحسيني الجديد المغربي لسعد جردة فريق الترجل لنيل لقب دور الأبطال الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه وفي نسخة هذا العام بقيادة مدربه نبيل معلول وصرح بذلك جردة الذي سبق له التتويج بكاس الاتحاد الأفريقي مع فريق الرجال المغربي قائلا أعتقد أن الترجل من بين الفرق الأوفر حظا لحصد لقب أتشامبيونز ليغا الأفريقي وذلك نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به تحديدا أمام الشباب بالوزداد الجزائري وفي المباراة الجولة الثانية من دور المجموعات وتابع أظهر الفريق خبرة كبيرة في كيفية العودة وانتزاع نقاط الفوز رغم قوة المنافس والسيطر على أغلب فترة المباراة فنادي باب سويقة يتمتع برصيد بشري ثري وتعدد الخيارات في كل المراكز وضف جردة قائلا هناك فرق أخرى قوية وبإمكان أن تقلق الترجل في مشواره رحوى اللقب وأخطر هذه الأندية الرجاء المغربي الذي تطور كثيرا تحت قيادة المدرد منذ الكبير وأصبح يعرف استقرارا على جميع المستويات منذ عدة أشهر هذا بالإضافة إلى الأهل المصري الخبير وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها واختتم الحديث بقوله بصراحة أصبح الجميع يستعد جيدا لهذه البطولة القوية جدا في السنوات الآخرة والنظام الجديد يقلل من نسبة حدوث المفاجآت بعد دور المجموعة كما أن جماهير الفرق العربية أصبحت تنتظر بفرغ الصبر دربيات بلدان شمال إفريقيا ولا تتقبل الهزيمة أمام بعضها البعض يذكر أن ثلاث فرق تمكنت من حصد العلام الكامل بعد مرور جولتين في مرحلة دور المجموعات لدور الأبطال الإفريقية نسخة 2023 وهي الترجي والرجاء المغربي ومامي لودي سانداونز الجنوب إفريقي هذا ومن جانب آخر تحدث نبيل معلول مدرب الترجي عن المواجهة المرتقبة التي يخوذ وفريقها ماما الزمالك المصري وذلك يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأبطال الإفريقية وقال معلول في تصريحاته وعبر فضائية الأون تايم سبورتس المصرية صحيح أن الترجي يمتلك ستة نقاط من مبارتين لكن هذه المجموعة حديدية ومن الوارد يحدث أي شيء في المقابلات الباقية وتابع الترجي أخذ خطوة جيدة بفوز خارج ملعبه أمام بالوزداد لكن مباراة الزمالك واحدة من أصعب اللقاءات التي سنلعبها في دور المجموعات الفريق المصري ليس لديه ما يخسره حصد نقدة واحدة من مبارتين وكان يمكنه الفوز بمباراته الأولى وأردف لعبنا مباراة بالوزداد على مراحل ونجحنا في حسم الفوز بذكاء وضف معلول مباراة الزمالك هي الأصعب في المجموعة في ذل توقيتها مع النتائج التي حقق الأبيض في أول مبارتين وأصبحت الأمور بالنسبة له صعبة للغاية مباراة الترجي والزمالك دائما ما تكون صعبة سواء في تونس أو حتى في القايرة وتم حال فوز الترجي فهو بنسبة 90% سيكون تاهل للدور المقبل في دور الأبطال يذكر أن الأحمر والأصفر يتصدر ترتيب المجموعة بستة نقاط أمام شباب الوزداد الثاني بثلاث نقاط وفي حين يملك الزمالك والمريخ السوداني نقطة لكل فريق ختاما وعودة إلى كاس تونس وحيث يواجه الترجي يوم الإربعاء إن شاء الله نظيره اتحاد بن جردان في إطار الدور 16 من كاس تونس لكرة القدم ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الترجي ضد الاتحاد في كاس تونس على النحو التالي معز بن شريفية بوشنيبا يعقوب عمامو داكدوغ الشعلالي الوهاب الزدام بوغرين الميموني بن حمودة وتنطلق صفيرة بداية المقابلة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت تونس واللقاء سيكون منقول عبر منصة الديوان سبور